موسيقى تصبح بالخير كل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم السبت سبع عشباط لألفين وارباطعش تعرفوا كتير منيح انه قلوا فوائده لكبيرة الانترنت وبنفس الوقت قلوا سلبياته لكتير الانترنت كتير منيح انه نعرف امتين نستعمله وكتير منيح ما ندمن عليه من السنين وصلوا بالصين للإدمان على الانترنت وصلوا لمرحلة انه يعملوا تخيلوا اصلاحية يحبسوا فيها المراهقين وبعمر ما قبل المراهقة لا يعالجوا من الإدمان على الانترنت لأنه صارت القصة كتير كبيرة تخيلوا مراهق يقعد ثلاثة ايام محله قدام الانترنت قدام الكمبيوتر ما يتحرك ابدا حتى اذا تفوت على الحمام يكون مضبط حاله هو قاعد قدام الانترنت على فترة ثلاثة ايام عم يلعب جيم هايدي الاصلاحية طبعا فوتت على دي كبير من المراهقين والاهل يلي تعالجوا مع بعضهم وكان فيه من العلماء النفس يلي حاولوا يعالجوا المراهقين ويعالجوا الأهل بتوبيخهم والتواصل بين بعضهم هالشرخ الكبير يلي بين الأهل وبين المراهقين خل هالمراهق يلجأ لمين للانترنت ويصير فيها الإدمان هيدا بتمنى انه بالدول العربية وبالبناء بتحديد ما نكون وصلنا لهالمرحلة هيدا انه نكون عايشين كل الوقت على الانترنت ويكون فيه تواصل بين الأهل وبين الولاد بيجي يوم فرجيكن هالروبرتاج اللي هو طويل تقريبا شي ست دقايق فرجيكن صاروا يبكوا بقلب الاصلاحية يعني بتشوفوا الواهقين عم يبكوا وحطوهم بمرحلة يكتبوا رأسية لأهليون يكتبولون لأهليون انه ما بقى قدرين يعيشوا بهالاصلاحية اذا ما جابولون انترنت يعني وصلوا لمرحلة الانتحار تبهوا عولادكن كتير منيح وهو كتير منيح ان شاء الله يا رب بيصير عندك قدمينة على الانترنت وتوصلت لمرحلة حطك بالاصلاحية وتفكر بالانتحار تبهوا عولادكن صباح الخير شاف عم ببعت واتس أب عملك شوي ايه بنترك خد وقتك صباحك بالخير تتوصل مع أولادك كتير ومرض كتير بس انا بالبيت منكون قاعدين انا وولادي انا عندي ثلاثة أولادة ليخليلك أولادك وعندي مرتي كل واحد ماسك بييده او التليفون او الايباد عم يشتغل على الانترنت يعني صرنا مهووسين بهذا الموضوع على انا من العالم المهووس بموضوع الانترنت بس كرميل شغلي يعني ما فيني الا ما يكون بايدي شيء في انترنت ان كان تليفون او ايباد او شيء لانه عندي لديك بس انه ما بلعب بالألعاب او بخضر شيء بس انه كتير الانترنت عم تخلصنا ملك انت مهووس بلا انترنت كيف مع انترنت انا مهووس فيك جدا تيما محمد تخيل شادي حتى انا معظم الوقت عنات بس ولادي ولا ساعة بس ما انت راح تكون المسألة الاعلى يتيما بقلك انه انتبهي كتير منيح طبعا البعض ايل انه ساعتين بخليون بعد ما يخلصوا الدرسون كمان ممكن يعني الساعتين هي شغلة كتير بقول شيء ايه بديقول شغلة انه انا ما عندي مشكلة واحد يقعد على الانترنت بس عندي مشكلة شو عم يعمل على الانترنت اه طبعا كمان رقابة رقابة من الاهل هاي مهم جدا وغير رقابة وغير انه واحد قاعد عم يلعب كل نهار او عم يشتغل كل نهار يدمنوا على الانترنت حاولوا تتواصلوا معهم على الانترنت باللعبة اللي عم يلعبوها ومنها فيكن طلعون تدريجيا تتواصلوا انتوا ايوهن برات النات حتى يكون في وقت للكم بين بعض بالتواصل قبل كان في مشكلة التلفزيون انه يقعدوا قدم تلفزيون ما يتواصلوا العيلة بين بعض هلأ صار في مشكلة كتير اكبر لانه كل واحد صار عنده ديفايس او الماشين اللي وحده السلولير او اللابتوب او اللي بخليه يقعد واحده بيقوته ينزوي منذ ما يتواصل مع العيلة على كل حال سؤالي على الفيسبوك اليوم هو قدي بتوضي قد وقت على الانترنت انتوا اولادكم تواصلوا معي وانا راح جاوبكم شوفوا عنا فقرات من هلأ للتناش اللا خمسة بتوقيت بيروت يوم الجمعة خلينا نشوف بهالبريفيو حلقة اليوم من عالم الصباح من تابع الابراج مع كارمن اخر اخبار الموضة مع هادية بيع الموضة مايا بتستقبل اتصالاتكن وبترد على اسئلتكن بيولادة بالدنال وبخصوص الجمال جين بتعطيكن نصايح لجمال فائق بمناسبة عيد الحب ورشة ملح مع الشيف شادي على جيج مقلي مع الفطر هودا هين ديوفنا وفقراتنا ومع شادي طبعا يا زهرة انتبهي زهرة الياسمين خمسة عشر ساعة بنهار يعي في قصة كتير قصة اصرحة ريا بعد شوان ما عندي وقت هلأ تواصلوا معي من خلال الفيسبوك قدي بتقضوا وقت على الانترنت انتوا اولادكم كل فقراتنا اونلاين futuretvnetwork.com اما هلأ بالبداية دايما مثل ما بتعرف ونحن نبدأ نهارنا مع الابراج تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن صبحكم بالخير اليوم الجمعة سبع عشباط فبراير اليوم الامر مرفقنا من برش ترابي برش الثور والاجواء جيدة الابراج الترابي موالي برش الثور العذراء وايضا موالي برش الجدي كيف رح بيكون هنهار على كل الابراج البداية مع برش الحمل بالنسبة للك نهار نشيط وجيد وفعال تقدر تربح كتير اذا حطيت ايدك بيد الاخرين هناك تفاهم وتفاهم متبادل بينك وبين الاخرين مع احتمال اليوم يكون في بعض المصاريف اما اللي لازم ينتبه من المشاكل ومن السرعة هو 14-16 نيسان ابريل ننتقل لبرش الثور مولو برش الثور لانه الامر ببرشك اليوم انت صاحب القرار اليوم انت بتاخد المبادرة اليوم بتغير بكتير من الامور المهمة والرئيسية بانهارك الاجواء اليوم بتحمل اولويات وبتحمل ايضا سرعة خاطر وسرعة تقدم وبعتبر المولود الاوفر حظا حاليا خمسة ستة وسبعة ايار مايو منكمل مع برش الجوزاء مولود برش الجوزاء الاجواء اليوم تدعو الى التريوث اليوم الامور ماشية ببطء لكن بكرة وبعد بكرة الاجواء رائعة جدا بين اليوم وبكرة في فرق كتير من المستحسن انك تترك كل الاعمال المهمة للزيارات واللقاءات والموعيد المهمة وحتى الامتحانات اذا امكن تتركها لبكرة اليوم في تأخير والامور منع على زوءك وبيبقى المولود الاقل حظا او الابطأ بيسير اموره ومولود شهر عزيران يونيو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الاجواء عندك اليوم نوعا ما فينا نقول انها جيدة وانها نشيطة بعكس اليومين المقبلين اليوم في صاحب للك في صديق في ناس بتعرفهم او ناس حتى ما بتعرفهم مستعدين انه يتفهموا معك ويتعاملوا معك وايضا حتى يسهلوا لك امورك وبعتبر المولود الاوفر حظا نسبيا هو 15 و 16 تموز يوليو بنكمل مع برش الاسد بالنسبة لبرش الاسد الاجواء بعدها ضغطة مثل ما قلتلك مبارح المسئوليات كبيرة لكن بالرغم من التوتر بالرغم من الضغط احتمال انه هيدا نهار يحمل لك تقدم او نقلة نوعية بشغلك او بحياتك الاجتماعية والاكثر حظا هو 1-2-3 أب أوسطس اما الاكثر توترا فعالارجح هو 9 و 10 أب أوسطس منكمل مع برش العذراء انهار جيد لمولود برش العذراء يعد بسفر او يعد بتغيير جو يعد بتفاهم ويعد بسهولة لتحقيق الهدف الاجواء اليوم ايجابية الاجواء حلوة بتقلك انه تحرك لانه هيك انهار يمكن ما بقى في كتير منه بشهر الشباط وبعتبر المولود الاوفر حظا 4-5-6-7-8 أيلول سبتمبر بنكمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان الاجواء اليوم اللي بأس بها الاجواء اليوم حلوة سهلة ميسرة لكن بكرة وبعد بكرة أفضل بألف مرة من اليوم يبقى عليك انت تشوف اذا بتقدر تأجل لبكرة بيكون كتير منيح واذا ما بتقدر ضروري اليوم انك تاخده تعطي تسير وتجامل حتى يمشي نهار بشكل نوعا ما مريح وبيبقى كلمة التنبيه لموليد 17-20 أكتوبر 2021 تبهوا من المشاكل ومن السرعة بننتقل لبرش العقرب مولو برش العقرب بهذا نهار من الايام الصعبة بهذا الشهر الصعب ولملبك لذلك بعيد عن المشاكل سفر سني الاجواء اليوم يمكن تسبب لك قطيعة جفة أو مشاكل مع ناس تعرفهم أو ناس ما تعرفهم من الايام الصعبة يلي بتطلب منك انضباط تام وبعتبر الأقل حظاني اليوم هو 15 و 16 نوفمبر تشرين الثاني بنكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس اليوم بيحمل نشاطات عديدة متنوعة ليست أولائحة اليوم من الانشغالات متنوعة جدا اليوم بتشتغل على عدة جبهات وعدة محاور لأنه اليوم يمكن تشغل بالبيت بالمكتب أو يمكن حتى بالوجبات الجامعية والدراسية والحياة الاجتماعية يمكن تكون شوي متطلبة وبتاخد منك وقت لتسير لتجامل لتروح من مكان إلى آخر هالشي يمكن نوعا ما ينعكس سلبا على الوضع الصحي فانتبه لنفسك ولكن برغم من هالشي بيبقى المولود الأوفر حظا 1-2 و 3 كنون الأول ديسمبر منكمل مع برشة الشدي نهار مميز لمولو برشة الشدي من الأيام الحلوة بهذا الشهر حاول أنك تتحرك اليوم وما تفكر تأجل للخمسة أيام اللي جاي اليوم في ربح اليوم في نتيجة حلوة بترضيك وانت بتكون راضي ومبسوط وحتى بتكون ممنون وبعتبر الأكثر حظا 5-6 و 7 كنون الثاني يناير منكمل مع برشة دلو مولو برشة دلو اليومين المقبلين كتير حلوين وكتير مميزين وكتير إيجابيين بعكس اليوم يلي معقول يكون شغل لك بالك وحاسس حالك أنك تعبين ومعصب ومنرفز وأو ديق خلقك إذن شوف شو بدك تعمل اليوم خوض الأمور بالتي هي أحسن حلة بالتي هي أحسن وترك الأمور المهمة لليومين الجايين هاي دي النصيحة الفلكية وبيبقى المولود الأكثر توترا هو مولود شهر شباط فبراير آخر الأبراج برشة الحوت مولود برشة الحوت ولا تفكر تأجل لليومين المقبلين اليوم فيه نشاط اليوم فيه قدرة على بحث الأمور على المجاملة المسيرة أي القيام ببعض الزيارات وعلى حل حالة بعض القصص امتحانيتك اليوم يمكن تظل مرتب أكثر من اليومين المقبلين حاول اليوم أنك تلتقى بأصحابك بزملائك أو حتى تسير يمكن أقري بأك اليومين المقبلين بيحملوا بعض التعب وبعتبر اليوم المولود أو فرحظة نسبية من غيره 13-14 أدار مارس أما الأكثر تعبا 23-24 شباط فبراير نختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه السنة بتحمل بعض الأمور العائلية الشخصية الحلوة فيها تكون لأنه فيه من قبلك مبادرة نحو التغيير والتطوير الحياة الشخصية سواء كان من خلال سفر يمكن بيت جديد أو يمكن حتى من خلال ارتباط شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر 21 الأول هني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة براج جديد باي باي شكرا كارمن طبعا عم نحكي على الانترنت ولكن ما فينا نلغي من حياتنا أبدا لأنه مع الانترنت صغر العالم وقرب من بعضه صغر العالم كتير صغير فينا نتواصل مع مما بدنا وينما كان على الكرة الأرضية ولكن دايما ننتبه من الإدمان لما نوصل لوصلوله بالصين مع الإصلاحية اللي بكت كتير من المراهقين مع طبعا أخصائيين علم النفس اللي تعبوا كتير لوصلوا مع الأهالي والمراهقين لنتيجة إيجابية نحن وياكم مكملين سؤالي عبر الانترنت قدى عبر الفيسبوك قدى بتقضوا وقت على الانترنت أنتو أو لاتكن نتواصل سواء من هلأ لغاية الساعة 12 إلى 5 بتوقيت بيروت بريك أصير ومن بعدها منعود مع هادية علموضة وطبعا ضيفة اليوم رح بيكون محمد خضر